السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة قناة صحتك في معلومة الإعزاء اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في حلقة جديدة في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرضى عليكم أهم وأبرز الأكلات الطبيعية المفيدة للتخلص من دهون الذرعين كلما عليكم فعله أحبابي في الله أن تبقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو ولا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وتفعيل جرس التنبيهات عند استخدام أي عشبة أو خلطة يجب علينا استشارة الطبيب أولا وهذا لاستخدام أكثر أمان لأن من الممكن أن تتدخل مع تناول أي دواء أخر وهذا ينطبق على جميع الأحشاب دهون الذرعين وكيف نتخلص منها بالغذاء والرياضة وأهم التمرين لشد الذروع المتراهلة إن دهون الجسم المتراكمة في منطقة معينة فقط قد تكون الأكثر صعوبة للتخلص منه تعتبر دهون الذرعين من المناطق المستعصية التي يصعب علاجها حيث يبحث العديد من الأفراد عن مختلف الحلول للتخلص من مشكلات تراكم الدهون وتراهل الجلد في منطقة الذرعين لحسن الحظ هناك العديد من الأسليب الفعالة التي تساعد على حرق دهون الذرعين وأعادة رسم شكلها بشكل جميل ومتناسق البنية التشريحية لعضلات الذرع العضلات الثلاثية الرؤوس والعضلات ذات الرأسين العضلات الموجودة على الذرع التي يشكو العديد من الأفراد من مظهرها وأنها متراهلة هي عبارة عن العضلات ذات الرأسين والعضلات ثلاثية الرؤوس وهي عبارة عن مجموعة من العضلات التي لها ارتباط واحد بالقرب من المرفق لكنها تبدأ بارتباطين مختلفين في الجزء العلوي من الذرع العضلات الثلاثية الرؤوسة في الجزء العلوي الخلفية من الذرع هي عبارة عن مجموعة من العضلات التي لها ارتباط واحد مشكلة مرونة الجلد تعتبر من المشاكل الشائعة في منطقة أعلى الذرعين إذا كانت مشكلة تراكم الدهون أو تراهل الجلد أعلى الذرعين من المشاكل التي تورق تذكر أن الجلد هو عبارة عن أنسجة حية تتكيف مع التغيير وبإمكانك عادة رسمها وتحفيزها لن تعمل بشرتك مثل غلاف منكمش مثل ما كانت عليها عندما كنت أصغر سنة وكان لديك تغييرات في الوزن لكنها ما زالت قابلة للتغيير تؤثر تمرين المقاومة ورفع الأوزانة على مرونة الجلد في المنطقة التي نعمل عليها للتخلص من دهون الذرعين المتراكمة نحن بحاجة إلى تخفيف كمية الدهون المتراكمة في كافة الجسم بشكل عام وينقص الوزن الزيد من خلال اتباع نظام غذائي صحي والتي بدورها سوف تقوم بحرق الدهون المحيط بها ويتم ذلك من خلال المشاركة بين التمرين الهوائية الإيروبيك وتمرين المقاومة مثل تمرين الضغط ورفع الأوزان والسكوات والبلانك أهم النصاح والأسليب الفعالة للتخلص من دهون الذرعين وينقص الوزن عموما التركيز على خفض وزن الجسم بشكل عام التخلص من الدهون من منطقة محددة من الجسم وهي عبارة عن طريقة تركز على حرق دهون معين من الجسم مثل الزرعين مبدأ حرق دهون منطقة معينه من الأسليب الشائعة لاستخدام في مراكز الرشوقة واللياقة البدنية زيارة الألياف الغذائية المتناولة يعزز إنقاص الوزن وحرق المزيد من الدهون تنتقل الألياف الغذائية ببطي عبر الجهاز الهضمي مما يزيد الوقت اللازم لإفراغ المعدة وبالتالي يعطي شعورا بالشبع لفترة أطول إن زيارة استهلاك الألياف الغذائية بمعدل 14 غرام لمدة 4 أشهر يرتبط مع الخفاض على الأسعارات الحرارية الكلية بنسبة 10% كما يرتبط مع الخفاض الوزن بمعدل 4 باوند دون إجراء أي تغيير أخر من الأمثلة عن الأطعامة الغنية بالألياف الغذائية الخضروة والفوك الحبوب الكاملة والمكسروة والبذور البقليات مثل العدسة إضافة البروتينات للنظام الغذائية إن زيارة استهلاك البروتينات هو سلة أخرى لكبح الشهية للطعام وخفض كمية الدهون المتراكمة وتشير الدراسات إلى أن المواظب على تناول وجبة فطور غنية بالبروتينات يقلل الإحساس بالجوع ويعطي إحساس بالشبع ويخفض مستويات هرمون الغريلين الهرمون الذي يحفز على الإحساس بالجوع والبقليات والبيض ومنتجات الألبين وهي من المصادر الغنية بالبروتينات التي تساعد على حرق الدهون بسرعة الامتناء عن تناول الكربوهيدروت المكررة إن الكربوهيدروت المكررة التي تخضع لعملية التكرير ينتج عنها مواد قليلة الفيتامينات والمعادن تتصف الكربوهيدروت المكررة أنها غنية بالسعرات الحرارية قليلة الألياف الغذائية مما يؤدي لزيارة مستويات سكر الدم والإحساس بالجوع سريعا تناول الحبوب الكاملة يرافقه إنخفاض الوزن وإنخفاض دهون الجسم عادة بينما تناول الحبوب المكررة يرتبط مع زيارة تراكم نسبة الدهون في الجسم من الأنثلة عن الكربوهيدروت المكررة والتي تفتقر للقيم الغذائية المعكرونة والخبز الأبيض وبعض أنواع الكورون الفليكس اعتمد على الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة مثل الكينوى والشوفان والنخيلة تخصيص موعيد ثابت للنوم فإن الحصول على معدل نوم ثابت في الليل هو عام الآخر هام لتعزيز حرق الدهون والتحكم بمعدل إفرازي الهرمونات المسؤول عن الإحساس بالجوع والشبع يجب الذهاب إلى النوم في نفس الموعد تقريبا على مدار الإسبوع إن تناول كمية وفيرة من الماء تساعد على استهلاك دهون الجسم وتساعد الماء على زيارة الاستقلاب لكن يجب التأكد من عدم اختيار السواء للمحلات أهمية تمرين المقاومة أي رفع الأثقال تمرين المقاومة هي أحد أنواع التمرين الرياضية التي تضمن العمل ضد القوة لبناء كتلة العضلات وزيرة القوة من أفضل الأمثلة الشائعة لتمرين رفع الأوزين قد لا تسبب خفضاء الدهون في الزرعين بشكل خاص إنما تساعد في زيارة فقدان دهون الجسم عموما وتساعد في رسم بنية العضلات فتبدو أنحف أظهرت الدراسات التي تم تطبقها على أفراد وضعب على أداء تمرين المقاومة لوحدها بالمقارنة مع الأفراد الذين وضعوا على أداء تمرين المقاومة بالمشاركة مع التمرين الهوائية عند المشاركة بين تمرين المقاومة والتمرين الهوائية كانت النتاج أكثر فاعلية في زيارة كتلة العضلات إن زيارة كتلة العضلات تساعد في تعزيز عملية الاستقلاب وزيارة حرق السعرات الحرارية حتى في أوقات الروحة خلال اليوم أي أن رفع الأوزين يساعد في خفض دهون الجسم وزيارة كتلة العضلات ويعالة رسمي الزرعين بحيث تبدو أنحف إن التمرين الهوائية هو نوع التمرين التي تركز على رفع معدل القلب لحرق المزيد من السعرات الحرارية عندما تحاول إنقاص دهون الذرعين فإن إضافة التمرين الهوائية هي جزء أساسي من الخطة وتشير الدراسات أن التمرين الهوائية هي طريقة فعالة في إنقاص الوزن وزيارة كتلة العضلات ينصح بالمواظب على أداء التمرين الهوائية بمعدل 20 إلى 40 دقيقة يوميا من أمثلة التمرين الهوائية وأهم التمرين الرياضية التي تساعد على إنقاص دهون الذرعين خاصة تمرين دورون الذروع قف بشكل مستقيم على الأرض مفتح اليدين بحيث تشكل مع الجسم شكل حرف التية ابدأ بتحريك الذرعين بشكل دائري ببطءة مع اتجاه عقارب الساعة لمدة 20 دقيقة ثم أنزل كليتين يليك خذ الصراحة لمدة 15 ثانية كارر العملية مرة أخرى بعكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 15 إلى 20 مرة تمرين الدفع والسحب حرك يليك ذهابا وإيابا كما لو أنك تدفع شيء نحو الأمام ثم تسحبه مجددا نحو الخلف كارر هذه الحركة لمدة 20 مرة طارة ببطء وطارة أخرى بسرعة ويوجد الكثير من التمرين متابعين الكرام متابعي قناة صحتك في معلومة الأعزاء لو نالى هذا الفيديو هل أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلكم إن شاء الله كل إشعارات قناة صحتك في معلومة